ضيفنا في الستوديو الدكتور سفيان أبو زيدا الوزير الفلسطيني السابق أهلاً وسهلاً بك دكتور سفيان مسهلاً خير الدكتور أنا سأبدأ التحليل السياسي انتققنا في هذه الكلمة من صورة آيزينكوت جادي آيزينكوت وبني جانتس مع عائلات المحتجزية أولاً ما هي الرسالة لما هذا الانفصام الإسرائيلي الإسرائيلي ولأي درجة يقودنا إلى وقف العدوان من عدمه دكتور يعني أولاً هذه الصورة هي ليست جديدة بمعنى أن منذ بداية الحرب موقف بني جانس وأيزينكوت فيما تعلق بموضوع المحتجزين والأسرة هو يختلف عن موقف وزير الحرب جلانت ويختلف عن موقف نتنياهو ويختلف عن بقية الوزراء الآخرين في مجلس الحرب هذا الاختلاف هو نابع بالدرجة الأساسية من الأولويات كلاهما مع استمرار الحرب ولكن ما هي الأولوية بالنسبة لنا؟ هذا هم لسان حالهم يقول هل الأولوية هي تحقيق الهدف المركزي والرئيسي القضاء على المقاومة وتفكيق قدراتها العسكرية وهذا سيؤدي بالنتيجة أو بالضرورة إلى الإفراج عن أو تحرير المحتجزين والأسرة هذا الموقف هذا الموقف والموقف الآخر أعتقد أن بني جانس وأيزن كود يميلون إليه هو أن موضوع الأسرة يجب أن يكون أولوية قبل الموضوع الكبير وهو بالتالي هم يركزون أكثر في لقاءاتهم مع أهال الأسرة ويوصلون رسالتهم ولكن هم ليس لديهم إجابة إذا كان ثمن استعادة الأسرة هو وقت الحرب لا يقولون ذلك بصراحة إننا مع استعادة الأسرة حتى بثمن وقت الحرب يعني لا يرغبون في القول أو ليس لديهم صلاحية القول أو ليس لديهم خيوط اللعبة في الميدان لأنها في يد واحدة في مأزة لا يحتاجون لإذن من أحد ولكن هم في مأزة لأن يدركون أن الرغبة في استمرار الحرب إلى أن تحقق أهدافها وبين قسين تستعيد إسرائيل قوة ردعها وأمنها وبين استعادة أسراهم وحساسية هذا الأمر بالنسبة للشارع الإسرائيلي ولكن في كل الأحوال هم يولون أهمية أكبر لاستعادة الأسرة هذه الصورة دكتور سوفيان لدينا أيضا صورة مقابلة أو الزاوية الأخرى وهي تبادل الاتهامات القطري الإسرائيلي أولا ما حجم الخلاف وعلى ماذا دكتور سوفيان لأنه مثلا أطالعه كمان بنيمينة إنيا هو يقول الدور القطري يمثل إشكالية تخيل أن الأمر من وسيط إلى الدرجة الإشكالية الزاوية الأخرى إن وزير الخارجية القطري بيقول في تصريحاتنا حكومة بنيمينة إنيا وتعمل فقط وتحتها مليون خط أو 2 مليون و300 ألف غزاوي من القطوط الحمراء من أجل أسباب سياسية ضيقة للغاية دكتور سوفيان السؤال إلى أي درجة يمثل هذا القلاف أو تبادل الاتهامات إلى صورة لوقف العدوان من عدمها دكتور يعني أولا دعني أقول أن إسرائيل هي بحاجة إلى قطر وليست قطر بحاجة إلى إسرائيل قطر لا تريد أي شيء من إسرائيل إسرائيل هي التي تريد قطر في مساعدتها لحل موضوع الأسرة والمحتجزين هذا أولا ثانيا دعني أقول لك ما يتناقله الإسرائيليون على أثر ما تم تسريبه من تصريحات أولا هناك جدل في إسرائيل وهناك شكوك في إسرائيل أن نتنياهو أو مكتب نتنياهو هو الذي سرب النص المكالمات أو نص الهجوم على قطر من قبل نتنياهو لماذا؟ لأن أهالي الأسرة يقولون لقد أخذوا موبايلاتنا قبل الدخول الاجتماع لم يكن لدينا موبايلات وبالتالي نحن لم نسجل لنتنياهو تهجمه على قطر هذا أولا وثانيا إذن كيف سمح الرقيب العسكري بنشر هذه الأقوال التي تمس بمصلحة إسرائيل وبالجهود لاستعادة الأسرة أو التوصل إلى صفقة وبالتالي كان هناك نقاشا حول دور الرقيب العسكري إذا كان هو يتلقى تعليماته من مكتب نتنياهو لا وهو لا يتلقى تعليماته من مكتب نتنياهو بالمناسبة ولكن على ما يبدو أن نتنياهو أيضا يحاول بطريقته التدخل في عمل هذا الأمر هناك من يقول أن نتنياهو يقول الكثير على قطر ويتهمها بأنها جزء من منظومة حماس ولهم تأثير كبير على ما حدث في 7 من أكتوبر من خلال الأموال التي كانت تدخل كل شهر 30 مليون دولار إلى غزة رغم أن هذه الأموال كانت تدخل عن طريق بالتنسيق وبطلب ليس فقط بالتنسيق وبطلب إسرائيلي بمعنى أنهم الذين كانوا يطلبون من قطر وهم الذين كانوا يطلبون زيادة المبلغ من قطر وبالتالي هناك تناقض في ماذا تريده إسرائيل هل هناك دلالة زمنية دكتور سوفيان لهذه التسريبات أو تبادل الإتهامات يعني نحن نسعى جميعا إلى وقف إطلاق النار وقف الحرب وقف العدوان لعدم سيل الدماء والتنفس لأهلنا من سكان قطاع غاز لماذا التسريبات في هذه اللحظة؟ لأن نتنياهو يغرد خارج السرب نتنياهو يخدم نتنياهو نتنياهو لا يبحث عن مصلحة إسرائيل ولا يبحث عن مصلحة الأسرة وذويهم وهذه هي الاعتقاد لدى الكثير وبالتالي هو ما بتفرقش عنده أن يسجل نقاط لدى جمهور اليمين واليمين المتطرف بأنه يعني موقف وواضح حتى تجاه قطر وبالمناسبة هناك سيكون اجتماع خلال الأسبوع القادم مع المسؤولين إسرائيليين وأمريكان وقطريين ومصريين لمناقشة في أوروبا لمناقشة هذا الأمر بمعنى الاتصالات متواصلة ولكن نتنياهو يغرد خارج السرب وأيضا بالمناسبة هناك اتهامات أن نتنياهو هناك مقترحات نتنياهو يعطلها يعني واضح جدا أن نتنياهو عمليا لا يبدي أي حساسية أو مرونة أو رغبة في حل هذا الموضوع يعني قبل يومين رأيت فيديو لنتنياهو مباشرة بعد 7 أكتوبر ذكر خمس أهداف للحرب على غزة لم يكن الأسرة من ضمن هذه الهداف ولكن بعد أن أصبح هذا الموضوع هو موضوع رأي عام وأصبح مطروحا بقوة على الطاولة لهذا الأمر يفسر هذه الجملة الأخيرة منك دكتور سوفيان تفسر فعلا بنيمين تنياهو في قصف أماكن وجودهم التي كانت مصربة أو التي قيل أنها عن طريق تشيبس ربما موجودة في جسادهم لا أعلم وكذلك عملية اغتيالهم أو استهدفهم في مناطق مختلفة نظرا لاستمرار العدوان والقصف الإسرائيلي يعني مات أكثر من محتجز بسبب إسرائيل يعني بنيران صديقة إن صحت هذه الكلمة لكن تفضل يعني دعني أميز بين رغبة نتنياهو وموقفه وتدخله في العمليات العسكرية نتنياهو ليس له علاقة بالعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش وفقا لأتبارات عسكرية هو يوجه هو يتحدث سياسة هو يتخذ قرارات سياسية هو يتفق على تعليمات مع مجلس الحرب ولكن نتنياهو لا يقول لهم اقتلوا هذا وتركوا ذلك يعني هذا لا مطلوق لا لا طبعا مطلوق 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 لعمليات الجيش التي مسبقا معروف نتيجتها عندما الآن يعملون في خنيونس ويعملون بكثافة ويطلبون من أعداد كبيرة من الألاف من ترك مربعات كاملة من مستشفى ناصر ومن المخيم ومن المخيم والمنطقة الغربية لمغادرة هذه الأماكن لاعتقادهم أن هناك قيادات وهم يقولون أن الافتراض أن مع القيادات يوجد أسرع ومحتجزين إسرائيلين ورغم ذلك هو يقصف هو يحاول الوصول إلى الأنفاق وبالتالي هو يعرض حياة المحتجزين والأسرع يعني بشكرك على التوضيح بالتلسف طيب فيما يخص محكمة العدل التغريب أولا هل يصدر القرار غدا يعني هم كذا يقولون سيصدر قرارا غدا وهو ليس قرار نهاي بالمناسبة هو إن صدر أنا لست يعني يعني خبيرا قانونيا ولكن ما يقال في عالم السياسة هو توصيات الآن وقرارات تتعلق بالمرحلة الحالية لأن البحث والإدانة بارتكاب مجازر ضد الإنسانية هذا يحتاج إلى تحقيقات ويحتاج إلى وقت طويل ولكن أن تصدر المحكمة أمرا محكمة العدل الدولية في لهاي أن تصدر أمرا بوقف العدوان أو وقف الأعمال العدائية يصيغوها كما يصيغوها وقف الحرب يعني هذا الأمر متوقع متوقع جدا قد يكون القرار إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات إلى كل قطاع غزة بشكل أكبر وخاصة إلى شمال قطاع غزة الذي رأينا الصور كيف المواطنين يحاولون الحصول حتى على أعلاف الحيوانات لكي يأكلوها هذا يلخص لإطعام الأطفال الجيع هذا يلخص الوضع الإنساني الصعب وبالتالي قد تتخذ محكمة العدل الدولية قرارا بهذا الشأن تطلب من إسرائيل بأن تدخل المساعدات ليس فقط إلى غزة وبكميات محدودة إلى جنوب غزة وبكميات محدودة بل بكميات كافية حتى إلى شمال قطاع طيب دكتور يعني لدينا سيناريوها لدينا سيناريوها وقف العدوان وقف القرب دخول المساعدات يعني أي مكان متن القرار من محكمة العدل الدولية أنا عيني على التنفيذ دكتور يعني التنفيذ وقف الحرب بناء على قرار من محكمة العدل الدولية أعتقد أنه صعب ولكن ما هو الفرق أو ما هي القيمة لأن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارا تطالب إسرائيل بواقف الحرب القيمة هي كبيرة جدا القيمة قانونية القيمة سياسية القيمة معنوية والقيمة تاريخية وتحرج الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما ذعب بعض الدول إلى مجلس الأمن تطالب باتخاذ إجراءات ملزمة لإسرائيل سيكون هناك من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ حق النقد الفيتور فيما يتعلق بموضوع المساعدات أعتقد أنه إسرائيل ملزمة أن تبدي مرونة أكثر في هذا الشأن رغم أنه لليوم الثاني على التوالي بعض من أهال الأسرة يغلقون معبر كرم أبو سالم ويمنعون إدخال المساعدات إلى قطاع الثاني أنا أشكرك جزيلا دكتور سفيان أبو زايدا الوزير الفلسطيني السابق يعني دوما أوكالمعتاد تطلعني على المزيد من المعلومات الميدانية السياسية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا